موسيقى موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من كشق الصحافة نطالع وإياكم ما تقوله صحافة اليمنية والعربية من تطورات في اليمن نبدأ الجولة من موقع الاشتراك نت جاء فيه مقتل مواطن وسط مدينة الضالع على خلفية ثأر عنوان الموقع أيضا غرات جوية مكثفة تستهدف الميليشيا في خمر وباني صوريم في عمران انفجارات عنيفة تهز البريقة غرب عدن تسفر عن 22 قتيلا من عنوان الموقع أيضا تفاصيل خبر استهداف التحالف بغارة خاطئة منزلا في جبل حبشي في تعز ذكرت مصادر محلية للاشتراك نت إن غارة جوية استهدفت منزلا لأحد المواطنين في قرية بيشعة بلاد الوافي مدرية جبل حبشي أسفرت عن سقوط عشرة مدنيين بينهم نساء وأطفال قالت المصادر إن صاروخا أطلقته مقاتلات التحالف استهدف منزل فكر محمد الدرغام أدى إلى وفاته وزوجته وأبنائه الأربع ووالده ووالدته وشقيقته وابنها نتحول إلى موقع الموقع نقرأ فيه مصدر عسكري ينفي مقتل قائد لواء 21 ميكا في شبوة إلى محافظة إب صفقة تبادل أسرى بين الحسين والمقامة الشعبية في حزم العدين عنوان الموقع أيضا المعارضة الأردنية تدعو لمحاسبة المسؤولين عن مرور يهود اليمن من مطار عمان ركز الموقع على تفاصيل خبر تمزيق جواز سفر لمسافر يمني على يد أحد الضباط الأردنيين في مطار عمان ويقول الموقع احتجزت السلطات الأمنية في مطار الملك علياء الأردني الطالب محمد عبد الكريم شاكر الذي كان في طريقه من اليمن إلى ماليزيا عبر الأردن ونقل الموقع عن ناشطين حقوقيين أن أحد ضباط الاستخبارات الأردنية قام بسجن الطالب شاكر وبتمزيق جواز سفره وبإلغاء تذكرته إلى ماليزيا أضاف الموقع أيضا ناشد الناشطون الحكومة اليمنية ووزارة الخارجية التحرك لإطلاق صراح شاكر والتواصل مع السلطات الأردنية ليتم التعامل مع المسافرين اليمنيين بشكل لائق جبهة استنزاف تحت هذا العنوان كتبت نجلة العمري مقالا في موقع الموقع تحدثت الكاتبة عن تعز وما تتعرض له من حرب واستنزاف وقالت نجلة يشيحون بوجوههم عن تعز يصمون آذانهم عن ندائها وآهاتها يغلقون أفواههم عن قول الحقيقة يعقدون أذرعهم متخادلين عن مساندتها ودعمها ويقولون نستنزف الحوثيين وقوات صالح يختالون ويكذبون ويسرقون فرحة تعز يطعنونها في الخاصرة ويستنزفون عيالها المتعلمين خريج الجامعات يستنزفون كوادر الغد ومخرجات ما تبقى من وطن موجوع يستنزفون روح تعز ومشروعها المدني العالق بين عينيها يستنزفون أطفالها القادمين من رحم السلم ويستنزفون أحلامهم وأمانيهم وثقتهم ورؤاهم يستنزفون صبرنا وتماسكنا تضحياتنا ونضالاتنا ويستنزفون وسطيتنا وتعايشنا الرجال الواقفون كالطودي كانوا أساتذة وأطباء ومهندسين كانوا ميكانيكيين وبناتا ومزارعين كانوا طلابا وشبابا يحلمون باللحظة التي يلقون فيها بقبعاتهم في الهواء يحلمون باللحظة التي يلبسون فيها عقود الفل على صدورهم ويحشرون خاتم الزواج في أصابعهم يحلمون بالطفل الأول والذكرى الأولى والوطن الخال من الفقر والبؤسي والتشرد يسقطون كقطع المرايا المتكسرة وهم ينتظرون الضخيرة القادمة من خلف المدى لا أحد يهتم لشأنهم لكن التعز تخرج منتصف الليل وتلتقط الصامدين لتخبئهم في شغافها كيف يموت الرجال وهم ضامئون وكيف تستقر الرصاصة في ظهورهم ولا مدد وكيف تسال دماؤهم كالحبر وهم أغلى من كل شيء نبيعك يا طاهرة نسلبك يا قديسة ولا دماء مثل دمائك لا رجالك رجالك ولا موطئ لجبين أطهر من تحت أقدامك فيال العار الذي سيتشحون به ويا للخزي الذي سيظل يطاردهم يا للخيبات التي ستجلدهم حتى الأبد نذهب إلى موقع نيوز يمن نستعرض أبرز ما جاء فيه نبدأ بالمعارك من البيضاء التي تجددت بين المقاومة الشعبية والحوثيين في مدرية الزهر التطورات السياسية الجامعة العربية ترحب بالتوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن وباستضافة الكويت جلسات المشاورات إلى تعز التحالف العربي يستهدف مواقع عدة للميليشيا في جبهات متفرقة في تعز ركز الموقع أيضا على الجهود السياسية وكذا بترحيب فرنسا بالمفاوضات لوقف إطلاق النار ويقول الموقع رحب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إغوي بإعلان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل الدشيخ أحمد عن وقف إطلاق النار في اليمن اعتبارا من العاشر من إبريل المقبل قبل جولة مفاوضات السلام التي ستستضيفها دولة الكويت في الثامن عشر من الشهر نفسه أكد الوزير الفرنسي في بيان صحفي دعم باريس لمبادرة الأمم المتحدة لحل النزاع القائم في اليمن داعيا جميع الأطراف اليمنية إلى سرعة التوصل لحلول تلبي تطلعات الشعب وتنهي الأزمة أعرب وزير الخارجية الفرنسي أيضا عن قلقه إذا أتفاقم الوضع الإنساني والأمني في اليمن مشددا على ضرورة التزام الجميع بقرارة مجلس الأمن الدولي لسيما القرار الفين ومائتين وستة عشر للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضع حدا لملف الأزمة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة تغيير نت ماذا قال نقل عن مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني يمكن لجولة الكويت أن تنجح في حال اقتنع الطرف الإنقلابي بأن المشروع الإيراني تم هزيمته نقل الموقع أيضا عن نائب الرئيس ورئيس الحكومة خالد بحح ستعرف الأجيال كيف اختطفت مسيرة التدمير الأوطان ونشرت الخراب ركز الموقع على تفاصيل خبر تصريحات محافظ عدن عيدروس الزبيدي عقب العمليات الانتحارية التي شهدتها المدينة وجاء في الخبر قال محافظ عدن عيدروس الزبيدي بأنهم يعلمون جيدا من من يقف خلف التفجيرات والعمليات التي تستهدف المدنيين الأبرياء وعناصر الأمن والمقاومة التي تسعى لفرض الأمن والاستقرار في عدن وأوضح المحافظ مزامنة هذه العمليات للاستعدادات التي تجريها العاصمة عدن للاحتفال بالذكرى الأولى للانتلاق لعاصفة الحزمة تقطع الشك باليقين بأن من يقف خلف تلك العمليات ليس داعش أو القاعدة أو أي تنظيمات متطرفة من يقف خلفها هو داعش المخلوع وقاعدته أضاف الزبيدي لن يفلت من قام بتلك العمليات من العقاب طال الزمن أم قصر سينالون عقابهم حتما نطلع من موقع يمن مونيتر أيضا على أهم العنوين والأخبار مسؤول أكاديمي في جامعة الحديدة يتواعد الطلاب بعقوبات إذ لم يتوجه لصنعاء وللتظاهر مع صالح نقل الموقع عن صحيفة المدينة السعودية اتفاق يقضي بإطلاق جميع المعتقلين لدى جماعة الحوثي بينهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي قبل انطلاق مفاوضات الكويت عنوان الموقع خبرا آخر خبراء متغيرات داخلية وخارجية تدفع اليمنيين إلى الحل السلمي وركز الموقع على تبني تنظيم الدولة للعمليات الانتحارية التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن جاء في التفاصيل تبنى ما يطلق على نفسه تنظيم الدولة الإسلامية داعش ثلاثة عمليات انتحارية أوقعت عشرات القتلى والجرحة مساء أمس في محافظة عدن المؤقتة وضاف الموقع نشرت حسابات تابعة للتنظيم على شبكة التواصل الاجتماعي خبر تبني العملية عبر وكالة أعماق وقالت ثلاث عمليات استشهادية لمقاتل الدولة الإسلامية على مقر التحالف العربي بمدينة عدن تسفر عن سبعة وعشرين قتيلا على الأقل ولم تنشر تلك الحسابات أي تتفاصيل أخرى حول منفذي العمليات ما قبل عاصفة الحزم تحت هذا العنوان كتب عدنان هاشم مقالا في موقع ناس تايمز وقال الكاتب الحوثيون في صعدة يهجرون السكان المخالفين ويأخذون الضرائب ويحكمونها مع حجة افتتحوا الطريقة منذ 2013 تحركوا من دماج حتى عمران 29 اتفاقا نقضوه خلال ساعات من التزامهم قالوا إنهم لا يستهدفون الدولة ولا الإصلاح ولا السياسة يستهدفون القاعدة والدواعش قتلوا القشيبي ودمروا المساجد تباعا على طول الطريق اكتحموا المعسكرات ونهبوها دخلوا أرحب فجلوا القرى وحاصلوا صنعاء في مظاهرات رفض الجرعة أسقطوا حكومة باسندوة شكلوا حكومة بحاح سيطروا على المال العام على الموالئ وضعوا ممثلا لهم في كل مكان قمعوا وسجنوا وقتلوا من معارضهم بحجة أو بدون حجة قاموا بمناورات عسكرية على الحدود مع السعودية أعلنوا إيمانهم بالحوار ملتزمين بمخرجاته خطفوا أمين عام الحوار وأعلنوا تعديله وتهميشه وإقصاء مخرجاته بعدها انقلبوا على الرئيس حاصروا حكومة بحاح التي شكلوها خرج الرئيس إلى عدن فرارا وخلفه سيطروا على الأراضي ووصلوا عدن عبثوا قتلوا فجروا استباحوا كل شيء أمامهم نختم جولة الصحافة اليمنية من موقع مصدر أونلاين نقرأ فيه الأباتشي تقصف منزل قياديين في القاعدة في لحجة جنوب اليمن ركز الموقع أيضا على تطورات الأوضاع في عدن جاء في الخبر قتل مسلحان في وقت مبكر من صباح اليوم السبت أثناء محاولتهما الهجوم على أحد المراكز الأمنية في مدينة الشيخ عثمان في محافظة عدن وقال مصدر في المقاومة للمصدر أونلاين إن أفرادا من حراسة شرطة القاهرة قتلوا قتلوا مسلحين اثنين حاولا مهاجمة المركز بالقنابل اليدوية أضف المصدر إن المسلحين وصلا على متن حافلة صغيرة وحاولا مهاجمة القسم بإلقاء القنابل إلى إن أحد القنابل انفجرت بأحدهم فيما قتل الآخر برصاص الجنود أثناء محاولته الهرب وقال المصدر بعد أن ضبط الباص الذي كان المسلحان يستقلانه تبين أنه كان مفخخا ومعدا للتفجير وقد تم ضبط السائق ويقوم الخبراء بتفكيك المتفجرات أفض المصدر أيضا بعد يعتقد ارتباطهم للمهاجمين أن يعتقد ارتباطهم بالتنظيم الإرهابي الذي هاجم نقاط تفتيش المساء الجمعة في البريقة وتسبب بقتل خمسة وعشرين من المدنيين والجنود وبجرح العشرات مشاهدين إلى هنا ومن ثم نكمل الصحافة العربية الصادرة ولكن بعد الفاصل نعود الترحيب بكم مشاهدين مجددا والآن نبدأ الصحافة العربية الصادرة في أعدادها اليوم البداية من العرب الجديد تابعت نتائج عام على بدء عصفة الحزم قالت الصحيفة بعد مرور عام كامل على انطلاق العمليات العسكرية للتحالف العربي تتباين أراء اليمنيين في تقييم نتائجه العسكرية والسياسية ولكن العديد منهم يتفق على أن عجلة السياسة باتت اليوم تسابق عجلة الحرب وأن الحل السياسي بات قريبا وقد شهد اليمن تحولات كبيرة ومتسارعة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية غيرت موازين القوى قياسا بما كانت عليه قبل السادس والعشرين من مارس من العام الماضي تاريخ تحليق أول سرب لمقاتلات التحالف فوق الأجواء اليمنية مهدت لواقع سياسي مختلف ظهر أول ملامحه بإعلان مختلف الأطراف قبولهم استئناف المحادثات منتصف الشهر المقبل وعلى هامش الحرب الداخلية والضربات الجوية تفاقمت معاناة اليمنيين وبات نحو 57% منهم يعانون من نقص الغذاء وانقطاع الخدمات الضرورية وفق التقارير الأممية فيما يحتاج أكثر من 80% منهم إلى نوع من المساعدات علاوة على ذلك تواصل التدهور الاقتصادي جراء تناقص القيمة الشرائية للعملة المحلية غير أن ملف الضحايا من المدنيين يظل فصلا بحد ذاته بفعل تسابق الفرق على توظيفه في المحافل الدولية المعنية في معركة لا تقل ضراوة عن معارك الميدان إلى صحيفة البيان الإماراتية تابعت إحدى الموضوعات المتعلقة بتطورات أحداث اليمن قالت تشكيل لجان للمراقبة لوقف إطلاق النار في اليمن قالت الصحيفة بدأ اليمنيون بتشكيل لجان مشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر المقبل قبل المحادثات السياسية التي لقيت ترحيبا من المرلمان العربي وذكرت مصادر يمنية مطلعة العمل بدأ لتشكيل لجان لمراقبة وقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر المقبل وأن هذه اللجان ستكون تحت إشراف الأمم المتحدة وأكدت المصادر اليمنية أن الإعلان الصادر عن المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ بشأن الاتفاق على وقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام جاء بعد تأكيدات على البدء بتشكيل لجان تثبيت ومراقبة لوقف إطلاق النار في كل المناطق اليمنية التي تشهد مواجهات وفي مقدمتها تعز مأرب الجوف شبوة حجة وبحسب المصادر فإنه لن يأتي تاريخ العاشر من إبريل إلا بعد أن تكون اللجان دشنت عملها وانتشرت في المناطق المشتعلة وأن هذه اللجان سيتم تشكيلها فقط من اليمنيين وتمثل فيها كل الأطراف وبإشراف الأمم المتحدة إلى صحيفة الاتحاد تابعت الأوضاع الأمنية في المناطق المحررة وعنونت حملة أمنية واسعة لتطهير لحج من القاعدة تقول الاتحاد أطلقت قوات الشرعية اليمنية بدعم من التحالف العربي حملة أمنية لتطهير محافظة لحج جنوب اليمن من الجماعات المتطرفة وعلى رأسها تنظيم القاعدة الإرهابي وذلك في إطار جهود الحكومة لفرض الأمن والاستقرار في المحافظة التي تعد بواب رئيسية للعاصمة المؤقتة عدن أفضل مصدر أمني للاتحاد أن غارتين استهدفتا تجمعات للقاعدة في منطقة الدبا والرباط في الحوطة وغارة ثالثة استهدفت عناصر للتنظيم في منطقة المحلة في مدرية توبن وأن هذه الهجمات تأتي ضمن الخطة الأمنية التي تم إطلاقها بشكل واسع لتطهير لحج من العناصر الإرهابية لافتا إلى أن هناك توجها حكوميا لمساندة التحالف لتعقب هذه العناصر الإرهابية إلى أوكارها أثاد مصدر في المقاومة للاتحاد أحد مقاتلي المقاومة الذين يخوضون معارك في جبهة باب المندب تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين في الحوطة عقب عودته من ساحة المعارك وإن عددا من المواطنين حاولوا إسعافه إلى أحد المستشفيات القريبة إلى أنه فارق الحياة تقول الصحيفة محافظ لحج ناصر الخبجي أكد أنه يجب الانتهاء من الملف الأمني وإعادة الاستقرار للمدينة قبل البدء بعملية إعمار ما خلفته الحرب والنهوض بلحج من جديد مشيرا إلى أن الاجتماع مع نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد بحاح أفضى إلى برنامج عمل سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة وسيخدم لحج وأبنائها إرهاب يولد إرهابا تحت هذا العنوان كتب أسامة أبو راشيد أبو أرشيد مقالا في العرب الجديد وقال أرشيد جرب الغرب ودول عربية وإسلامية كثيرة ودول العالم الأخرى محاربة تظاهرة الإرهاب عسكريا وأمنيا والمعركة مستمرة بشكل مباشر منذ أكثر من عقد فأين انتهى بنا المطاف أطلقت الولايات المتحدة حربا عالمية على الإرهاب واحتلت أفغانستان وأسقطت حركة طالبان وطاردت تنظيم القاعدة ودمرت بناه وقتلت قياداته بمن فيهم أسامة بلاد نفسه كما أنها أفردت لقيادات القاعدة وما شابهها وكل من اتهم حتى ولو ظلما بالعلاقة بهم سجنا خاصا في جزيرة جوانتنامو فماذا تحقق؟ بل أبعد من ذلك أطلقت دول عربية وإسلامية برامج مناصحة ويعادة تأهيل لبعض المتطرفين فكريا فهل نجحت؟ كلنا يعلم أنها لم تنجح بل إن محاولات السطو على الخطاب الديني بذريعة صونه من التطرف لم تأتي إلا بمزيد منه هذا هو الواقع المر شئنا أم أبينا ما لا يريد بعضهم أن يقر به هو أن ظاهرتي الغلو والإرهاب لا تنساحان في فراغ ولا هما منطلقتان من عدم أو حتى من فقه منحرف بل هما تعبير عن حالة الإحباط والهزيمة والشعور بافتقاد الكرامة ورفض ازدواجية المعايير لدى هؤلاء الذين يجنحون إلى الغلو والإرهاب لا شك أن ثمت فقها منحرفا حاضر هنا لكنه ليس العامل الأساس في هذه المعادلة وإنما يتم استصحابه للتسويغ لا للفعل ليست هذه محاولة تبرير لظاهرتين ولا هي محاولة للاعتذار نيابة عنهما بل إنها أولى الخطوات الأساسية لمحاربتهما وهزيمتهما صحيفة القدس العربي تعتبر استنادا إلى مصادر أن ما يحدث في صنعاء من تحركات للمخلوع الصالح بأنها انقلاب مسلح ضد حلفائه المتمردين الحثيين الذين لعبوا طوال السنتين الماضيتين دور الغطاء العلني لتحركاته وعملياته الإنقلابية ضد سلطة الرئيس عبدالرب منصور هادي الشرعية عقب الإطاحة بصالح من السلطة ذكرت المصادر إن أتباع وأنصار المخلوع الصالح يشعرون بالزهو بعد عودتهم للعنن في العاصمة صنعاء بعد العمل سرا تحت عباءة التمرد الحثي طوال السنتين الماضيتين والتين أرهقتهما كثيرا حيث يستعدون للمشاركة بفاعلية في مظاهرة اليوم السبت ذكر مصدر سياسي للقدس العربي أن صالح ربما اضطر إلى إزاحة الوشاح عن وجهه بعد الشعور بضعفه وتجهله من قبل الأمم المتحدة ومن قبل التحالف العربي وفي مقدمة ذلك السعودية التي حاول استجداءها في خطابه الأخير قبل أيام بوصفها الشقيقة بدلا من العدوان تفيد القدس العربي قيادات حوثية نشرت تعليمات لأتباعها عبر منشورات تم توزيعها على أتباع جماعة الحوثي تطالبهم بأخذ الحيطة والحذر وبمراقبة الوضع عن كثب ورصد أي تحركات أي تحركات عسكرية لأتباع الرئيس المخلوع علي صالح تقول الصحيفة إن ميليشيا الحوثي تشعر بالحرج ففي الوقت الذي خرج فيه خلال ثورة 2011 للمطالبة بإسقاط نظامه ها هم الآن يلعبون دورا قويا لإعادته للسلطة إلى صحيفة الخليج تابعت التدورات السياسية علقت ترحيب عربي ودولي باستضافة الكويت للحوار اليمني في شهر إبريل قال نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي نحث اليمنيين على أخذ الأمور بالجدية اللازمة من منطلق المرجعيات التي تم الاتفاق عليها سابقا من قبل اليمنيين أنفسهم وهي المبادرة الخليجية وألياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني ومؤتمر الرياض وقرار مجلس الأمن 22-16 الخاص بالنزاع في اليمن وأعرب عن دعم الجامعة وتأييدها لما ورد في مبادرة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من خلال خريطة الطريقة التي طرحها والبنود التي اقترحها لحل الأزمة كما أعرب بن حلي أعرب عن أمله أن تتجاوب الأطراف اليمنية مع جهود المبذولة للخروج من هذه الأزمة للبدء بتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني من خلال تقديم المزيد من المعونات الإنسانية والإغاثية والطبية معتبرا أن وقف إطلاق النار سيكون فرصة كبرى لدخول هذه المساعدات قصة فتيات فرنسيات مع أصدقاء الفيسبوك والقلق والجهاد تحت هذا العنوان كتب السوري سيلو في صحيفة لونوند وقال الكاتب تركت الفتاة الفرنسية ليا تحت فراشها رسالة وداعية كتبت فيها في البداية أعتذر عن الأخطاء الإملائية الكثيرة لكنني بعد عشر ساعات من الآن سأكون قد غادرت ركبت طائرة متجهة إلى الشام هذه المدينة المباركة في سوريا غادرت إلى بلد مقدس حيث سنبعث يوم القيامة ولا تعرف ليا أي شيء عن الشام الأرض التي يعود تأريخها إلى العصر الذهبي الإسلامي وهي ليست المدينة التي تشكل الوجهة النهائية لها وسرعان ما يدرك المحققون الفرنسيون أن لها صديقا في فيسبوك رجل يسمي نفسه أبو سعد المغربي المتصيد من داعش الذي يأتي من مدينة نيم الفرنسية ويكتشفون أيضا أنها كانت على اتصال قبل مغادرتها مع عدة فتيات يعيشن في فرنسا وكاميل واحدة منهم وهي تلميذة في كلية تقنية في بلدة صغيرة جنوبي فرنسا وليس والدها متدينين لكن كاميل ترغب في ارتداء الحجاب الكامل وفي الانتقال إلى سوريا ورويدا رويدا تتحول إلى متطرفة على الانترنت وفي مارس من العام 2014 تمنعها السلطات من مغادرة الأراضي الفرنسية وفي الأثناء أعلى إلى الشمال ثمت فتاة أخرى كانت على اتصال معالية هي جولييت البالغة من العمر 14 عاما والتي تعيش في عائلة مختلطة وقد نشأت كاتوليكية بعد يومين من اختفائلية تستنطق الشرطة كاميل وجولييت وتعترف الفتاتان بأنهما كانت على اتصال معها لكنهما تنفيان لعب أي دور في مغادرتها وخلال الاستجواب لا تحاول كاميل إخفاء من ولاتها الإيدلوجية وتقول للمحققين بكبرياء نحن لسنا ذاهبتين إلى أي مجموعة فحسب بالنسبة لي المجموعة الصحيحة هي الجيش الحر في بلاد الشام هؤلاء هم الوحيدون الذين على حق وعلى الرغم من معرفتها المهزوزة بالجو سياسيات تقرر الشرطة التنصت على اتصالاتها وصلنا إلى ختام كوشك الصحافة أترككم مع مجموعة مميزة من رسوم الكاركاتور مشاهدة ممتعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر